ان شاء الله النادي الاهلي حيواصل استعداداته لنهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك مبارح كان فيه راحة من التدريبات طبعا مش محتاجين نتكلم في ان المباراة مهمة جدا وان النادي الاهلي بطبيعة الحال ريحها المراضي بمعنويات مرتفعة بعد طبعا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وتصدره للمجموعة بشكل عام وده حاجة من قديم الأزل الاهلي دايما بيحترم أي منافس بيواجهه سواء في الدوري في أي بطولة حتى لو كان المنافس ده أصغر فريق في الدوري أو في أي بطولة بيشارك فيها النادي الاهلي لكن تخياروا بقى لما يكون المنافس هو الغريم التقليدي والند الكلاسيكي للنادي الاهلي الطرف الثاني الرئيسي في المعادلة أحد قطبي كرة القدم المصرية نادي الزمالك فطبعا مباراة الاهلي والزمالك في نهاية إكاس لازم حتكون خارج التوقعات لكن بشكل عام حالة فريقنا مبشرة جدا وان شاء الله الفوز يكون حالفنا في هذا اللقاء